مفيش حاجة اسمها ان الزوج المصري او الشرقي عموما عنده مشاكل طول الوقت ولا ان الاجنبي اللي من دولة متقدمة من دول اوروبا لازم يكون جانتل او ديسنت مفيش عيوب فيش حاجة اسمها جنسية عندها مشاكل اصلا الجنسية دي وجنسية ما عندهش مشاكل فيش كلام ده كلنا في الاخر بناء ادمين فينا الحلو فينا كويس وفينا الوحش زي ما فيه زكور هنا يعني مش هقول نقول رجالة اللي هو الزكور اللي هم ايه ما بيصرفوش على ولادهم بيسوموا مراتاتهم مع الطلاق عشان ما ايه ما يدفعش مليم فيه كمان زوج اجنبي بيتصرف نفس التصرفات يمكن اوحش منها كمان اوروبا هو عصبي بخيل بيكذب بيشرب مخدرات متعدد العلاقات طالع عمي العملية ما بيخلفش رفض يدي مراته حقوقها طلقها غيابي تغلبتنا تقريبا عشان احنا هنا بنتابع اخبار بعد بنشوف اللي بيحصل في محاكم الاسرة فبنقول ان اكيد بره هيبقوا ملايكة يعني مش هيوصلوا للدرجة دي لكن مين عالم لو رحنا اوروبا شفنا المحاكم اللي هناك هنلاقي فيها اين فيه تقرير صدر هنا من مركز المرأة المصرية بتقول فيه الدكتورة نهادة ابو القمصان مدير المركز انه اعداد المصريات المتزوجات من اجانب في مصر حوالي اربعين الف ست الكلام ده من كم سنة عايزة اسأل بقى كل مصرية جوزت من زوج غير مصري انتي مرتاحة طب العيوب اللي بيقولوا عليها البعض موجودة في الزوج المصري ما لقيتهاش في الأجنبي بص يا ناريمان يعني كل بنت بتقول لا انا مش عايزة اتجاوز مصري عايزة اقول لكم حاجة مهمة جدا دايماً المشاكل والأزمات صوتها عالي الواحي الشغل بيبان اشباه الرجال اللي مبهدرين ستتهم في البيوت وفي المحاكم هم اللي قصصهم مسموعة اكتر بس مش معنا كده انه دول الأغلبية بالعكس الأغلبية دايماً النمازج الحالوة دايماً الناس بتحكي الواحش وما بتحكيش الحالو بيخافوا يتحزدوا البلد مليانة رجالة محترمة ولد أصول عارفين يعني ايه بيت وعارفين ازاي حافزوا على الستات اللي معاهم بيعمروا بيوتهم وبيربوا عيالهم وبيساعدوكي في التربية والوحشين برضو موجودين كتير انتي وحظك بقى من مناسبة أنا مش بقول كده عشان ما تتجوزوش من أجانب مليش مصلحة بس أنا عندي موقف كده من اننا نتجوز على أساس الجنسية لأن الصح اننا نختار حد كويس أخلاقه كويسة أهله كويسين نشوف بقى احنا مرتبطين بيه بقى بيتعامل ازاي مع الناس الفاظه بتبقى عاملة ازاي في الخناقات بعد ما نتطمن ونحكم العقل بساعتها نقدر نرتبط بيه سواء كان مصري أو أيا ما كان جنسيته وعايز أقولك على حاجة فعلا زي ما بيقولوا وده مش كلام وخلاص لما بيتقفل عليكوا باب وبنكتشف حاجات كتير قوي ملهاش حتى لو ارتبطنا العمر كله بيبقوا واخدين بعد من هو في سنوية عامة بيتجوزوا ومعندهم 28 29 سنة 30 طبعة بتتغير سمعتني كلام دكتور حمودة في الفقرة اللي فاتت سمعتني كمان كلام المحامي هستنى منك رسالة تطمنيني فيها عملتي ايه أهم حاجة نفسك اشتري نفسك